السلام عليكم إن شاء الله فيديو ده هيكون شرحة للراوند الخامس للحاجات اللي الدكتور أكد عليها وشرحها بس كنا نزلنا فيديو قبل كده للراوند كامل لو حد حابب يسمعه بس فيديو ده هنشرح الحاجات اللي الدكتور شرحها بس فممكن يعتبره بمراجعة برضو عشان كده هشرح على نفس الداة اللي شرحنا عليها قبل كده بس اللي بيذكروا من داتا زاتونة أو تركي فايلس ما يلاقوش خالص هو نفس الكلام بزبط هتلاقوا مكتوب عندكم تمام وبرضو خلال الشرح هنقول الأسئلة ممكن تيجي ازاي في الراوند ده لأن كتير قوي يسألوا ممكن الأسئلة تيجي ازاي يعني نبدأ بسم الله أول حاجة عندي مهمة جدا جدا ودكتور أكد عليها وممكن تيجي ام سي كيو أو اسي أي حبة نبه برضو على حاجة إنه الدكتور قالت إنه هو اللي متحن هيكون ام سي كيو بس أنا بقول لكم للدكتور ايرو تمام فممكن نيجي ام سي كيو أو اسي فأنا أول حاجة عندي مهمة جدا هي الديفينيشن يعني ايه كلين كاريزونينج كلين كاريزونينج هي الطريقة اللي أنا بفكر بيها وبتعامل بيها مع المريض وبعمله ثلاث حاجات عشان أوصل في الآخر لي دياجموزز الزابرورس بايويتش هي الطريقة اللي الدكتور بيتعامل بيها مع المريض عشان يعمل ثلاث حاجات مهمين جدا يجمع منه معلومات عن الحالة بتاعته . اثني حاجة فائز يعمل له فحص ثلاث حاجة الفس إليتطل به منه التحاليل المناسبة عشان نعمل ليه في الآخر عشان نوصل لي دياجموزز لبه هو الطريقة اللي الدكتور بيتعامل بيها مع المريض ويعمله الثلاث حاجات عشان نمسه في الآخر للديلي دياجموزز الثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا يجمع منه معلومات عن الحل بتاعته بد periods يناس ممكن يجيلي إزاي وممكن يقول لي interesting x ويجيب لي كذا. فانا اختار لي ده. طيب ممكن يجيلي ده ويقول لي ده عبارة عن ايه? فانا اختار ممكن يقول لي في الكلين كاريزونيج انا بعمل كم حاجة. يقول لي مثلا يقول لي انا بستخدم اصلا الكلين كاريزونيج ليه? عشان اوصل ليه? ليه دياجنوز. تمام? طيب الجزئية دي الدكتور ما مش رحاش خالص. اه بعد كده ثاني جزئية مهمة جدا هي الموديلز بتاعت كاريزونيج. دي برده ممكن تيجي اي او امسي كيو. طيب اول واحدة معنا هي البترن ريكو نيشن. من اسمها انا عاوز اعرف كل حاجة عنها بترن ريكو نيشن. يعني ايه? يعني انا بتعرف على بترن معينة. بتعرف على بترن معينة. بتعرف على شكل معين. الدكتور مثلا بيدخل عليه الباشنط بيلاحظ حاجات على الجلد بتاعه مثلا. فاول ما لاحظها يبقى هو عنده المراض الفلاني. هو اول ما شاف البترن المعينة دي. وسلي دي اقنص على طول. ما ما خدش اي مجهود منه خالص واعمالها بشكل سريع. هو اول ما شافه والكسب على طول. تمام? فعشان كده انا بقول ان هي بتكون 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 سريعة ومن غير مجهود. جزئية دي مهمة جدا جدا جدا. تمام? طيب انا دوقتي وصلت او الدكتور بيسل دي جانوسيس ازاي? عند ريحة كتين. اول حاجة ودي مهمة قوي. يعني ايه دوقتي دكتور عنده شاف حالات كتير قبل كده بنفس الشكل. فاول ما دخلت عليه الحالة وعليها نفس قال يبقى هو عنده ايه? يبقى عنده المرض ده. تمام? هو شاف حالات عندها نفس الكلينكالبريزنتيشن قبل كده. لما شاف حالة بنفس الشكل قال يبقى هو ايه? يبقى هو عنده المرض الفلين. ده كلينكالسنس. حاجات متخزنة في المهمر بتاعته. عملها بشكل واعي كده. هو قبل ما شاف نفس البترد اتعرف عليه قال لي بقى هو عنده الدكتوريس ده. فالحالة دي كانت الطريقة دي فاست ويفورتلس سريعة وما خليش منه ايه موجود خالص. وصلها بالكلينكالسنس ويه الهيستوريس. ازاي دخل العيان قعد يقول لي مثلا ان هو بيعاني من كذا وكذا وكذا. اول ما هو قال لي الكلام ده. علم معي فاقلت خلاص بس يبقى هو عنده ايه? يبقى هو عنده المرض ده. لا عملت له ايجزمينيشن ولا طلبت منه انفستيجيشن. مهمة. انا في الحالة دي وصلت للديفرنشال دياجونس بيه الكلينكالسنس والهيستوري. مهمة جدا. طيب اه عملت له ايه لا. تمام? ده اسمها انا اول ما شفت البترن اتعرفت عليها. عشان كده هي سريعة ومن غير مجهود. وصلت الديفرنشال دياجونس بالهيستوري والكلينكالسنس. مهمة مميزة جدا. تمام? طيب. بعد كده عندي تاني نوع هو الهايبوستك تدكتف من اسمه برضو هاعرفه. هيبوستك يعني فرضي. تدكتف فانا بحط فرضيات. وبستنتك حاجات. وبربطها وبعد وبحللها. عشان نصف الاخر لي. ايه يا جنوزس. تمام? فاول كده ما مهمة معي في النعدة. ده جنوزتك هيبوستك. بحط فرضيات. بحط فرضيات. ممكن يكون عنده اه بصريد ان هم عنده المراض الفلاني والمراض الفلاني والمراض الفلاني. بعد كده بعمل له شوية حاجات عشان اقول ان هو اه استبعدها او اؤكدها. بعمل له فانا في الحالة دي بوصل بالترات حاجات. كنت بعمل فانا عملت الحاجات دي كلها. وربطت حاجات وحاطة فرضيات والكلام ده كل. فخد مني وقت. وخد مني مجهود. فهو خد وقت طويل وخد مجهود. تمام كده ده هيبوستك تدكتف. ماشي? طيب نجي بعد كده لي. تاية نوع معنا هو الدول بورسس دول بورسس يعنى يعني هو براءت عن كمبينيشن ما بين الاتنين. مزيداً. يعني تجميعه ما بين الاتنين. تمام. يا انا في داكتلى استخدمت الاتنين مع بعض. استخدمت الباتري القوينشن. والهيبوستكتوب ازاي. انا اول حاجة اول ما العيان دخل وصلت للدي BIGGNOSIS بالكلامoy بتاعي. وبنت كده استخدمت قني واحدة بوتري القوينشون. بعد كده اكدته بال roaming whatias buоту. اوقت يبقى تاني الفرق مبانا عشان مهمين الطبعا ننقانياتك لو كلام ده الدكتور مقالهوش فنا مش هقوله بس انا عرف يعني هنا قلتك ننقانياتك لانا ما حللتش حاجة ومربطتش حاجة بحاجة انا اول ما شفت البتن انت عرفت عليها لطول ويتعمل بشكل لاواعي ويكون نفاسد وفيرتلزي مهمة جدا جدا هي ولكلينكالسنس بعد كده هيبوسيتك تقطف حطيت فراضيات وستنتاجيات فبالتالي خد مني وقت وخد مني مجهوز ووصلت لديفرشال دياجونس بتاعت حاجات وحطيت من اسمه هيبوسيتك حطيت هيبوسيتك حطيت هيبوسيتك هيبوسيتك تمام؟ الدور بارتالي قلت نعمة كومبينيشن ها من الاتنين اول حاجة بعملها ان انا بوصل لدياجونس بكالسنس بعد كده بأكده بكالسنس حتى دي الدكتور باردو مقالهاش خالص ولا دي ليه بعد كده ليه الجزئية المهمة جدا 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 باردو ممكن تسجي ام سي كيو اسي مهمة قوي على فكرة ممكن يجي يقول لي مثلا ان اكتب الخمسة على بعض تمام ممكن يجي لي ام سي كيو باشكال مختلفة وانا اقول برضا حنا قلنا هنا سؤال ممكن يجي ازاي يعني هو ممكن يجي مثلا اه سؤال ده فيه جزئية فيه سؤال مهم جدا فالبتالي ريكوينيشن يقول لي والسؤال ده الدكتور يعني قاله في المحضر في الراون البتالي ريكوينيشن اسكراكترائيز باي بيجيبلي كذا حاجة اهم حاجة عندي انه هو فاست وفيرتلس ويوصل الديفرشن 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 بلكنيكالسنس تمام زي ما قلنا زلنا قبل كده الديفرشن اسكراكترائيز باي يجبتلك كذا حاجة اللي هي مميزة ليها تمام مهم ما ممكن يجي نفس السؤال هنا هي بسيكتب اسكراكترائيز باي ويجي لي مثلا انها بحط ديجونسك هيبسس سلو افرد فول يبقى كلف ذبع تمام والدفل دي والديفرشن ممكن يقول لي هيتعرفها ايه باي إن شخصون مبين الاتنين تجميعا ما بين الاتنين نجي بقى لفيف Jistroke عندي أه الخياريس دcussions بمشي عليهم حتى اوصل في الع أخر او الديفرشن دائماس wonderau بجمع داتة عن المريض بجمع معلومات عن حياة المريض كما يبقى من الكمبلين بتاعه أول من ال save أكل من التحاليل اللي جاي بها من كل حتة بجمع كل الداتا بعد كده برحو اخد الداتا دي واخد منها الكي فيتشورز بس الكي فيتشورز دي الحاجات المميزة اللي لقيتها الحاجات اللي هتساعدني فيه الداجنوزيس وليها تعريف مهم جدا 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 والسؤال MCQ مهم ان هي The most prominent signs or symptoms اكتر حاجة ظهرة وواضحة في التحاليل وعلى العيان واللي هتساعدني بعدين ان اصل للداجنوزيس يجي يقول لي The most prominent signs or symptoms ده مين؟ ويجيب لي كذا حاجة بروح مخترمين السؤال ممكن يجي كده تمام؟ بعد كده اصيغ الخط ده في شكل problem بعمل حاجة اسمها problem representation يعني انا دلوقتي رعيان جايش كلي من كذا وكذا وكذا فان بروح باخد كل كلامه ده وكل اللي انا لقيته في ال investigation ده وبروح عملاله ايه؟ وبروح عملاله case summary تلخيص الحالة بتاعته دي في جملة جملتين تمام؟ جملة كلمة case summary مهمة جدا برضو لproblem representation قلني ال problem representation ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن case summary باستخدام فيها ايه؟ سنتكلم عنها بعدين قد باس باس بقولي العنامين بس طبام؟ بعد كده بروح عمل ايه؟ بحط framework يعني ايه framework يعني ده الفريم اللي انا هشتغل من خلاله بروح حطه في كل الاسباب الممكنة اللي ممكن تكون قدت للمشكلة تحت العيان العيان مثلا جايش تكلمين ديزنيا او shortens of breath فان بروح حطه كل الاسباب اللي ممكن تقدت للمشكلة دي الاسباب دي ممكن تكون anatomical, physiological, physiological, physiological مهمة التلاتة التلاتة يقولي الفريم وورك يكون في مين؟ anatomical, physiological, physiological ووف دباب في anatomical وفسيولوجكال وبصيولوجكال بحط كل الاسباب سواء كانت anatomical سواء كانت phishological سواء كانت بصيولوجكال مهم جدا طيب بعد كده اخر حاجة بعملها ان انا باربط اتنين باربعة باخد ال key features ديات وبطبقها على الفريم وورك اللي عندي ده عشان استبعت حاجات واكد حاجات واوصل في الاخر لي differential diagnosis فهمناها؟ يبقى انا عندي اول step عندي acquire data ممكن يسألني مين ال first step؟ acquire data باخدها عن history، من complaint، من symptoms، من investigation بعد كده بروح باخدها منها المهمة باخد منها key features اللي هي most prominent signs or symptoms مهمة جدا باخد حاجات دي سواء بصف او انا جيت في اي حاجة هتساعدني حاجات دي ممكن ااخدها من اين؟ من history exam labs تستات اللي عملها من اي حاجة تمام بعد كده اعمل ايه؟ problem representation يعني انا الدكتور بياخد الفور كيس دي عشان يوصل في الاخر لي differential diagnosis يعني مش عارفة الجملة دي بس يعني معناها يعني ان الدكتور بيروح باخد الكيس بعت العيان كلها وبعد كده بيروح اعمل لها summary في جملة جملتين عشان يوصل في الاخر لي differential diagnosis تمام؟ وبستخدم زي ما قلنا سمانتك كواليفيرز هنعرف يعني ايه سمانتك كواليفيرز بعدين تمام؟ بعد كده بروح حتى بروح حتى الفريمورك بتاعي قلنا الفريمورك كده بيكون في تات حاجات انا طوميكل فيسيولوجيكل انا ما بكتبش ليه؟ انا طوميكل فيسيولوجيكل باسولوجيكل تمام؟ اه طيب اه مهمة جدا زي ما قلنا سؤال ممكن يجي فيها ازاي؟ بعد كده اخر حاجة معي بأبلاي الكي فيتشرز للفريمورك بروح باخدار رفطة 2 مبعض زي ما قلنا بروح باخدار الكي فيتشرز دي وبحطيها على الفريمورك اللي عندي ابدأ استبعي حاجات واكد حاجات سوف نوصل في الاخر لي differential diagnosis تمام؟ السؤال هنا ممكن يجيل ازاي؟ ممكن يقول لي إيساي اكتب الخمسة اكتب الخمسة تحت بعض ممكن يجيل سؤال في حاجة معين زي الكي فيتشرز هي عبارة عن ايه؟ والفريمورك عبارة عن عدوميك الفيسيولوشكال وباتولوشكال زي ما قلنا الكي فيتشرز مهم جدا جدا وسؤال MCQ أو OSA الكي فيتشرز هي ايه؟ المستبرونان ساينز أو سيبنوس الدكتور ما قالش الحتات التانية بعد كده تاني حاجة قلت اعملها نية البروبلم ريبريزينتيشن اللي عبارة عن كيس ملخص للحالة بتاعت العيان في جملة جملتين وستخدم فيها سمانتك كواليفارز اللي نستخدم فيها اختصارات للسينز والسينتوز العيان جاويين بها فكنلا لو كنا اكتب من الاس اس اس بناخد كرسي نكتب كواليفارم ونكتب الانست والكورس واللصيت والكلام ده كله نفس الكلام بلزبط وبارح واخدت الحاجات دي كلها واخد الكواليفارمية بتاع البايتشنت وببسطه بميزيكال ترمز هذا البروبلم ريبريزينتيشن بيستخدم فيها سمانتك كواليفارز مهمة هي عبارة عن كيد ساماري باخد الكمبلين بتاع العيام وبسطه بميديكال تيرميس باستخدم سمانتك كواليفايرز اللي هي بكتب فيها الانزت الكورس اسايت السيمتومس تريجر والبريزنس اوف براين حتى دي الدكتور مقالهاش عمتاً بس يكون عفين سمانتك كواليفايرز يعني يعني عبارة عن انا بكتب اختصار للساينس والسيمتومس اللي العيين جاي اللي بيها حتى دي بورد الدكتور مقالهاش خالص نجي قلنا الديانوستيك فريموورك هو عبارة عن تبكت فيه ترات حاجات سواء كانت الاسباب الانتوميكال في السيولوجيكال او باسولوجيكال مهمة جداً بس نعرف بورده ده يعني الدكتور مقالهاش قوي بس نعرف ان هو الفريموورك انا عرفته هو عبارة عن ايه بحط فريم بحط فيه كل الاسباب اللي ممكن تكون تأدي للسيمتومس والساينس العيين جاي اللي بيها فهو كومبرهنسف لست عبارة عن لستة من الديانوست اللي ممكن تكون السبب في السمتومس والساينس العيين اللي بيها ثم وبعدت كده قلنا انıl Aplioe DifferentialDiagnosis هو كل الديانوستي المحتملة اللي بتع scale او بتوضح الحاجات الآيين جاي اللي بيها ثم بعد ما عملت عملت ال tol طلعلي deCher بعد ما اكذت حاجات واستبعطت Щ تلاقي الحاجات للدياكنوزي التي تكسبلين أو بتوضح ليه العيان جاي في البرزينتيشنز دي. هي لستة من الدياكنوزي التي بتوضح البرزينتيشن أو الحاجات للعيان جاي اللي بيها. تمام؟ يعني مثلا العيان جايلي بسورتينز اوف براث. فأنا قلت الدفريشة لاجيز بتاعته وحاجات في الهورد وحاجات في الروس بيراتوري. تمام؟ أمراض يعني معينة. فالأمراض دي هي اللي بتوضح هو ليه جايلي بشورتينز اوف براث. تمام؟ نوضح هنا الفرقة من الدياكنوزي والدياكنوزي الفريم مورك لستة من الدياكنوزي الممكن تسبب السمتوم والساينز. لكن الدياكنوزي بيكسبلين ليه هو بجايب بالشكلة. بس كده كده نكون خلصنا ديات الحاجات المهمة هنا ممكن اي جايز زي جيلي ديفناشن ده بيقول ليها عبارة عن ايه؟ ديفناشن ده هنا نفس الحبار بردو جيلي ديفناشن ده ويقول لي هو عبارة عن ايه؟ في المركبات يجيلي تلاتة حاجات تقول زي ما هتفقنا قبل كده. الكيس بقى الدكتور قالها بردو في لازمان نقولها يعني بس عاوز اقول لكم حاجة انا بس سألت الدكتور بعد اول راوند شرحه لو هيجيلنا عاصل عن الكيس ويقول لنا ايه؟ او كده؟ قال لي لا مش هيجي بالشكل ده ده مجرد تطبيق. الكيس مجرد تطبيق. يعني مش هيجي بالكيس ويقول لي ايه هو الداجموز في الاخر. مفيش الكلام ده. تمام؟ ماتقلقوش يعني. اه وبردو عاوز اقول لي ان التأكدات دي بتاعت الراوند الاول والراوند التاني يعني اللي الدكتور شرحهم. اه ان هو شرح الاثنين مع بعض. الاول الخامس وال السابع وشرح مردين. فانا اه سمعت المردين يعني. تمام؟ اه طيب. اه هو الكيس بيقول لي ايه؟ ان فيه يعني عنده ستين سنة جاي بهيستري او ان كنترول دبيتس مليتس. اه تمام؟ يعني عنده دبيتس مليتس ومش من الضبط العلاق. وعنده اه صادين اونسي مش قادر يخد نفسه. وده بيزيد مع الكمبينات بوزيشن اللي هو نعم على جمبه. وعنده في فيفر عالية اه وفي الاجزميليشن. كان في دي كريز في البرستاند. كان عنده البرستاند قليلة. وعنده كونسوليديشن على الشيست اكسري. وكان انا دكتور اضاف ان عملنا سي بي سي وكان عنده اه الارب سي اس قليلة. والساتوريشن بتاع ال او تو كان ايه؟ كان قليل. انا اول حاجة بعملها بعمل ايه؟ اكوار داتا بجمع داتا. سواء كانت من الهيستري او ميتك ال اكزيميليشن او او كومبلين او سيمتومز او هستري. زي ما قلنا هستري في الاول. بعد كده ثاني حاجة باخد منها الحاجات المهمة اللي هي الكي فيترز اللي هي الموست برومينات نحن بي ان الولاي. بعد كده بروح باخد هده كل الكلام ده وبعمله في كيس ثامری كيس ثامري دي كلمة مهمة. تمام كيس ثامري في جملة جملتين فقلت ان هو اكس او صادين عنص بروغريسيف او ديزنيا. هنا صادين تسمنت ان انا عملت ايه؟ اختصار لكل الكلام ده في جملة جملتين. ويدا ويت ها يبقصي لان الدكتور كان قال ان الولاي. تمام بعد كده بروح احطى الفريمورج كل الاسباب اللي ممكن تأذي ليه المشكلة الكللة هو جايل اللي بيادي كل الأسباب اللي ممكن تقضي ان هو مش قادر ياخد نفسه طيب أسباب دي قلنا ان هي ممكن تكون عاتوميكال, فيسيولوجكال, بصيولوجكل، بصيولوجكل مش مكتوبة هنا ولكن هو مضخل نفسي مع الفيسيرولوجكل لهم ان قد نكون يعرفين ان هما ثلاثة عاتوميكال. agradوميكال في السيولوجكال والبصيولوجكل ممكن تكون مشاكل في الهارت ممكن تكون مشاكل في مربش violent大家 at Periodicidi veya Wherefore are viatric creation او بين. تمام؟ طيب فريم وكده. بعد كده ااخر حاجة بعملها ان انا باخد الكي فيتشرز اللي كانت اللي كان جاي اللي بيها اولانا خدتها منه اللي هي الحاجات المهمة او الزهرة المستبرومينانت وطبقتها على الفريم وكي بتاعي ده وبدأت استعملت حاجات وبأكد حاجات. هو كان جاي لنوى رجلي بيه في السن وعنده ان كنترولد. ده باسم اللي اسم انا قلت ان هو بأكد بيها وجود انيميا لان كنت كتبها هنا من ده بيه سندا باكد حاجات بيها انيميا لان زاي ما احنا معارفين لو فيه انكور ده باسم اللي اسم ممكن يقصر على كدني الريس روبيوتين اللي هو مسؤول عن تصنيع الابلد وكده مش موجود معلين. انكور ده باسم ميليتسي باقي بيه باكد بيها وجود انيميا فيه صدق انسة بجساف الشورتنثة. قد اكد وجود تنمونيا طايف فيه انكريز انكريز ان اليوم بتاني على جانبه كده فده باكد بيها الهارتفيلير لان يقلل الهارت رايد فلو ينام فهي لا يستطيع يأخذ نفسه بشكل أكبر فهي ممكن يكون مشكلة في مين؟ يبقى فيه هارت فيلير ممكن يؤكد بها وجود سبسس ثم يؤكد بها وجود سبسس ثم يؤكد بها نومونيا هذا كده أكون وصلت لديفرينشال دياغنس بتاعي لو كان فيه هارت سابن لو كان فيه هارت سابن وصلت لديفرينشال دياغنس في الاخر عن طريق ان انا اتبعت لخطوات وصلت ان الشخص ده عنده أنينيا ونومونيا وسبسس ما هو سبسسس برضو يعني وجود نومونيا لأنها انفكشن اساس بس كده وكده نكون خلاصنا دي كل الحاجات المهمة لديكتو أكد عليها هنأكد تاني ان انا سألته وقال ان مش هيجيلنا الكيس ويجيطل عني بها دياغنس لا ده مورد تضويق ان انا بتطبق الحاجات اللي انا ندرستها فوق وبطبق ال 5 steps على كيس عندي حتى نصل في الاخرى الديفرينشال دياغنس بس كده نكون خلصنا لو في حد عنده اي سؤال تاني برضو ممكن نبعد وبالتوفيق في المذاكرة سلام اشتركوا في القناة